السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو حبيبي متابعين قناة بيتي بيتك النهاردة باذن الله هنعمل مقارنة بسيطة بين ملمع الخشب ليدويك والخلطة اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات ليدويك اللتر منه بخمسة واربعين جنيه بنحط مثلا نص العبوة وبنكملها مية العبوة اللي هي اللتر دي بتاخد معاك كزا شعر يعني مش غالي بخمسة واربعين جنيه وبيقعد معاك اكتر اه من شهرين تلاتة مثلا لو انش بتستخدميه بطريقة مستمرة هنشوف هل الفرق بينه وبين الخلطة اللي احنا بنعملها في البيت فيه فرق في التنظيف ولا لا? انا هنا مليت العبوة نصها ليدويك والنص التاني هاملاه مية ودي الخلطة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت كان عبارة عن خل وزيت وبرده بنفس الكمية بحط حوالي نص كوباية زيت وعليها كوباية خل ومش بضيف اي مية وكده بتبقى معايا بخاختين بخاخة اللي انا عاملاها الفيديو اللي فات ممكن ترجعوا تشوفوه انا مستخدمة فيه الخلطة دي والنهاردة هستخدم ليدويك وحنشوف هل في فرق بين الاتنين ولا لا? لان طبعا لو ما فيش فرق هتوفر كتير جدا في الملمع بتاع الخشب بنفس الخطوات اللي عملناها المرة اللي فاتت بنضف الباب من الاتريبة من كل الاتريبة اللي عليه بفرشة نعمة بحاول ما خليش اي اتريبة في الجناب او على الحواف بتاعة الخشب علشان خاطر التراب ما يعملش اي عجينة معايا في الفوطة اللي بستخدمها بعد ما نضفت الباب كله بمسك البخاخ بتاع الخشب وبرش على كل الاماكن اللي انا هنضفها وبعد كده بفوطة خشنة شوية وبفضل امسح في الخشب طبعا شايفين اللامعة بتاعته كويسة جدا وملهوش ريحة يعني نفازة او قوية بس ريحته لطيفة وكويسة وبيدي لمعة لطيفة جدا في الباب بس بالامانة بعد ما استخدمت الخلطة وبعد ما استخدمت ملمع الخشب لدويك تحديدا انا ما لقيتش اي فرق وقررت بعد كده ان انا هستخدم الخلطة دي لانها بتديني نفس النتيجة بتاعة ملمع الخشب وبكده اكون قدمتلك كل اللي عندي النهاردة يا رب اكون قدرت افيدك يا رب تكونوا استفدتم معنا لو استفدتم معنا يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك وكمنت محفز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته